بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة المجتمع الابتدائي الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات أرحب بكم طالبات الصف التاسع بدرس جديد لمادة العلوم رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدمه للتكنولوجيا الحديثة رسالة المدرسة هي أدبيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا تربويا قيمتنا يا بنات الاسبوعية قيمة الصدق وقيمتنا الشهرية قيمة المشاركة الصدق هو قول الحقيقة وهو فضيل من الخضائل وهو عكس الكذب الذي نهانا عنه ديننا الإسلامي المشاركة عزيزاتي هي عنصر أساسي في التفاعل الإنساني وهي مسؤولة عن تعزيز الروابط الاجتماعية وضمان رفاهية الإنسان واستمرار المعايشة بين المجتمعات لازلنا في الوحدة الثامنة التكاثر في النبات الجزء الرابع أهداف درسنا اليوم تصفي التكاثر اللاجنسي في النباتات بصورة صحيحة تستقصي تكاثر نبات البطاطس بالدرنات وتذكري أمثل على التكاثر اللاجنسي في النباتات بصورة صحيحة كنا قد درسنا أن هناك نباتات تتكاثر جنسيا وأن الجزء المسؤول عزيزاتي في التكاثر الجنسي في الزهرة الزهرة هي الجزء المسؤول عن التكاثر الجنسي في النباتات وأن النباتات التي ليس لديها أزهار أو النباتات اللازهرية لا تتكاثر جنسيا لأنها لا تحتوي على عضو التكاثر وهو الزهرة واتضح لدينا أن هناك تكاثر يتيم عن طريق الحشرات وتكاثر يتيم عن طريق الرياح وتمت المقارنة بينهم في جدول في الدروس السابقة تعرفنا أيضا على مكونات الزهرة وعلى الأعضاء المختلفة التي عليها وذلك عن طريق الرسم الموضح في الكتاب وكذلك من خلال الصور يمكننا تحديد الأزهار أو النباتات التي تتكاثر جنسيا يكون لديها أزهار ملونة وأجهزتها واضحة أما التي تتكاثر عن طريق الرياح فكان شكلها يختلف بأن أنوانها دائما خضراء أو بنيا كذلك درسنا في الحصة السابقة الإخصاب عزيزاتي وهو التكاثر الجزء الثالث وعرفنا عملية الإخصاب والخطوات التي تمر فيها في الكتاب صفحة 74 إذن درسنا اليوم في الكتاب عزيزاتي صفحة 75 أي النباتين في كل من الصورة 1 و2 يتكاثر جنسيا وأيها لا يتكاثر جنسيا ولماذا؟ الصورة 1 والصورة 2 كما نرى أن الصورة 1 عزيزاتي هل تحتوي على أزهار ولا لا؟ لا تحتوي والأخرى تحتوي على أزهار إذن هذه التي لا تحتوي على أزهار تتكاثر تكاثرا لا جنسيا التي لا تحتوي على أزهار تتكاثر تكاثرا لا جنسيا لأنها لم يتم إنتاج الثمار الموجود عليها عن طريق الأزهار إذن هو تكاثر لا جنسي لأن الثمار النادي تحت الأرض لم تنتج من الأزهار أما في النباتة الآخر في الصورة 2 هو تتكاثر تكاثرا جنسيا لأنه يحتوي على الأزهار والأزهار طبعا تحتوي على أعضاء ذكرية وأنسوية أي مسؤولة عن عملية التكاثر الجنسي في النباتة الزهرية لنصف التكاثر اللا جنسي لصورة صحيحة قامت سيدة بوضع حباط بصل في وعاء به تراب وسقطه بالماء لعدة أسابيع فكانت النتيجة كما يليه في الصورة أي أجزاء النباتة المسؤولة عن عملية التكاثر الجنسي كلنا نعلم أن الزهرة هي مسؤولة عن التكاثر الجنسي هل نباتة البصل يتكاثر جنسيا فقط؟ كيفما يستي ذلك؟ لا يتكاثر لا جنسيا أيضا من خلال حبة البصل اللي هي الساقة الموجودة داخل الأرض أو الساقة الأرضية إذا علمت أن التكاثر اللا جنسي للنبات يدعى تكاثر خضري هل تستطيعين تفسير ذلك؟ نعم لأنه يتم بواسطة جزء من النبات باستثناء الزهرة أي جزء في النبات يتم فيه التكاثر دون الزهرة يسمى هذا التكاثر بالتكاثر اللا جنسي أو التكاثر الخضري سواء كان هذا الجزء الساق أو الأوراق أو الجزور المهم أنه لا يكون الزهر ولكن هل نبات البصل فقط هو الذي يتكاثر لا جنسيا؟ أم هناك نباتات أخرى وطرائف أخرى؟ من المؤكد أن هناك نباتات أخرى لنتعرف على طريقة أخرى للتكاثر اللا جنسي من خلال الهدف الثاني إذن أن تستقصي تكاثر نبات البطاطس بالدرنات هو النشاط رقم سبعة اللي موجود في الكتاب صفحة خمسة وسبعين الآن عزيزاتي أفتحي الكتاب صفحة خمسة وسبعين وإقرأي خطوات النشاط ثبتي أربع عوات خشبية في حبة البطاطس كما في الشكل اللي موجود عندي طيب لننفس خطوات النشاط لدينا حبة البطاطس نقوم بثقب هذه بأعوات خشبية كما في الشكل ونثبت حبة البطاطس عن طريقة الأعوات في الكأس نثبتها في الكأس كما نرى في الشكل ونضيف الماء إلى الكأس بحيث يلامس الطرف السفلي للبطاطس فقط حتى لا يتعفن نضع الكأس في مكان مظلم ونتركه مدة أسبوع إلى أسبوعين نسجل الملاحظات وبعدها ننطل الكأس إلى مكان مشمس بجانب الشباب وراقب النمو النبات الجديد استمر بريه عند الحاجة ريه أيضاة الماء له يمكنك زراعة النبات الجديد في التربة لنكتب الملاحظات ونقارن بين التغيرات التي طرأت على نبات البطاطس عند وضعه في مكان مظلم وعند وضعه في مكان مشمس نرى أنه تكونت براعم على البطاطس وجزور أيضا عليها بعد ثلاث أسابيع لدينا في الكتابة الله أكتب عزيزتي الإجابات ضع الكأس في مكان مظلم وأتركه لمدة أسبوع إلى أسبوعين نسجل ملاحظاتك رأينا أن الملاحظات تكونت فيها درنات تكونت براعم على درنات البطاطس تكونت براعم على درنات البطاطس التحليل نقارن بين التغيرات التي طرأت على نبات البطاطس عند وضعه في مكان مظلم في المكان المظلم تظهر براعم على درنات البطاطس أما في المكان المشمس ماذا حدث؟ تنمو البراعم وتصهر الأوراق الخضراء وتصهر الجزور إذن في المكان المظلم تصهر البراعم في المكان المشمس تنمو هذه البراعم وتصهر الأوراق الخضراء وتصهر الجزور ما أهمية درنات البطاطس للنبات الجديدة التي تنشأ منها؟ هذا بالكتاب صفحة 79 ما أهمية الدرنات؟ نعم أهميتها في أنها ساق أرضية تخزن الغذاء اللازم لنموها عند تكاثرها لا جنسيا والبطاطس الناتجة يحمل صفات متطابقة تماما للبطاطس الأم إذن البطاطس الذي تكاثر عن طريق تكوين البراعم يكون الناتج بطاطس جديد يحمل صفات متطابقة تماما للبطاطس الأم أو البطاطس الأصلية لدينا تقوين بناء كيف يتم التكاثر اللاجنسي في النبات؟ نعم بواسطة أجزاء النبات المختلفة باستثناء الزهرة ما نوع الإنقسام الذي يحدث في الخلايا عند التكاثر اللاجنسي؟ ما نوع الإنقسام؟ هو لا جنسي معناه سيكون إنقسام اختزالي ولا إنقسام منصف؟ نعم إنقسام متساوي سيكون إنقسام متساوي أو ميتوزي لأنه يتم في الخلايا اللاجنسية ما العلاقة بين صفات النبات الأصلي والنبات الناتج من التكاثر اللاجنسي؟ طيب النبات الناتج من التكاثر اللاجنسي يكون صفات متطابقة تماما بينهما لنذكر أمثلة على التكاثر اللاجنسي في الهدف الثالث بالنسبة للنباتات هل هناك نباتات كثيرة تتكاثر بالتكاثر اللاجنسي ألا لا؟ إذن لدينا أمثلة على نباتات تتكاثر لاجنسيا صلي بين الصورة وطريقة التكاثر اللاجنسي التي تتوقعينها هذا نبات الفراول وهذا البصل وهذا البطاطس لدينا الطرق التي يتم بها التكاثر أول شيء طريقة الدرنات أين في النباتات يتكاثر عن طريق الدرنات؟ نعم اللي هي البطاطس والساقة الجارية هي الفراولة والأبصال دائما للبصل إذن الصورة وطريقة التكاثر اللاجنسي كما تم توضيحها الآن بالنسبة لهذه النباتات إذن لدينا التكاثر اللاجنسي أو الخضري عندنا في صفحة 76 التكاثر اللاجنسي أو الخضري صفحة 76 نخطط على تعريفه هو التكاثر الذي يتم من فرد واحد وليس من تزاوية جنسي عطوية أو أمسوية أو زكريا الإهياء التكاثر الذي يتم من فرد واحد وليس من تزاوية جنسي هو تعريف التكاثر الخضري مهم جدا نخطط على هذا التعريف ونحفظه يا بنا هو لا يتم عن طريق تزاوية جنسي أعضاء زكريا وأنسوية لا هو يتم فقط من فرد واحد ويتم هذا التكاثر باستخدام جزء من النبات جزر ساق أو راق ولكن باستثناء الزهرة أن الزهرة لا تكون لها أي وظيفة في هذا التكاثر لأنه تكاثر لا جنسي كذلك النبات النادي من التكاثر اللا جنسي يا بنات أو التكاثر الخضري يكون مطابقا في صفاته للنبات الأصلي الأم كما نرى هذه بعض النباتات التي تتكاثر تكاثر لا جنسي أو تكاثر خضري وهو نبات البطاطس عن طريق الثرانات لنرى الصفحة التي بعدها أمثل على طرائق التكاثر اللا جنسي في النبات أيضا صفحة 76 طريقة الدرناء هي طريقة حدوثها إنها عبارة عن ساق أرضية منتفخة تخزن الغذاء تسرح تطع منها تحوي براعي لتكون نبات جديد ومثال له البطاطس وهذه صورة أوضحية لطريقة التكاثر بالدرناء كذلك لدينا طريقة التكاثر بالجزور التي تخزن الغذاء إذا وجدت بيئة مناسبة تنمو لنبات جديد مثل الجزر الأبيض والليفت هذه النباتات تتكاثر عن طريق الجزور لدينا أيضا الطرق هذه نباتات وطريقة التكاثر اللا جنسي النخيل يتكاثر عن طريق الفسائل والفراول عن طريق الساق الجارية والبصل عن طريق الأبصال والزنجبيل عن طريق الرايزومات والبطاطس عن طريق الدرنات الزنجبيل كذلك نضيف عليك النعناع يبنات عن طريق الرايزومات الجزر الأبيض عن طريق الجزور إذن ما الطريقة التكاثر نبات النعناع في الصورة نبات النعناع في الصورة عن طريق الجزور ولا الرايزومات ولا الفسائل عن طريق الرايزومات ما صفات حبات محصول البطاطس الناتج من زراعة الدرنات حجمها صغير نحن ذكرنا أن التكاثر الخضري أو اللاجنسي النبات الجديد يكون يحمل نص صفات الخلية الأم إذن سيكون جميعها صغيرة الحجم صفاتها سيكون جميعها صغيرة الحجم لأنها مفترض أن تحمل جميع الصفات الموجودة في الخلية الأصلية أو الخلية الأم كذلك أن تذكر أمثل على التكاثر اللاجنسي بالنبات لدينا السؤال 10 الفرع اي صفحة 79 نقارن بين نبات الفراول ونبات النعناع من حيث طريقة التكاثر اللاجنسي في كل منهما النبات اللي هو عندنا النعناع عزيزاتي وعندنا الفراولة لنرى طريقة التكاثر النعناع طريقته عن طريقة الرازومات مثل الزنجبيل والفراولة تتكاثر عن طريق الساق الجارية ممتاز إذن لدينا نباتين نبات النعناع يتكاثر عن طريق الرازومات ونبات الفراولة يتكاثر عن طريق الساق الجارية وكلها تكاثر لا جنسي أو تكاثر خضري يتم عن طريق جزء في النبات دون الزهرة يعني يا إما يتم عن طريق الجزر أو الساق أو الأوراق ولكن لا دخل للزهرة في هذا التكاثر أحسن أحسن بعمارنا لدينا أيضا سؤال مهارات التفكير العلي عزيزاتي استنتجي كيه تكون المادة الوراسية في نباتات الفراولة الصغيرة مقارنة بنبات الفراولة الأصلي المادة الوراسية ستكون متطابقة تماما ممتاز ما هي مميزات سلبيات التكاثر اللاجنسي لديه إيجابيات إيجابياته أنه ينتج محاصيل كبيرة في زمن قصير وتكون صفات الناتج متطابقة في الصفات ولكن سلبياته لا يوجد تنوح في الصفات وكذلك تنتقل الصفة غير المرقوب في النباتة الأم إلى جميع أفراد المحصول الناتج أحسن تابع معنا إذن نلخص عزيزاتي ما أنواع التكاثر في الكائنات الحية نعم لدينا نوعان من التكاثر تكاثر جنسي مثل التكاثر في الإنسان والحيوان وتكاثر لا جنسي مثل التكاثر بالدرنات في البطاقة وهو نوع من التكاثر الخضري إذن نلخص عزيزاتي درسنا في الدفتر ونخطط على الأشياء المهمة في الكتاب ونعرف الأنواع الخاصة بالتكاثر اللاجنسي في النباتات أو التكاثر الخضري لبعض النباتات المسكورة عندنا في الكتاب لدينا في الكتاب عزيزاتي صفحة 76 جدول عليه نباتات وطريقة حدوث التكاثر اللاجنسي فيها ومثال لهذه النباتات بالشكل والرمز إذن نقوم بمراجعة درسنا عزيزاتي في الكتاب أترككم في رعاية الله وحبصه ترجمة نانسي قنقر